اشتركوا في القناة 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 المجالس بالأمنات والمتفرقات فأولا ساعة للوعي هل من يعي عنوان آخر المنحة المدمر متى القرار اللبناني نحرر وأما الخاص خاص عبده بعده حابب غندورة ولور دخلت يا ترى الكاش دور أما صقرت على الخط فترقبوها وضيف المجالس بالأمنات اليوم النائب غازي يوسف وبين الأرقام والأوهام أي كلام إلى اللقاء 8.5 إزاعة الشرق إلى اللقاء موفقة كم المرة لعند بيارات مع حل ترقى المعاون توني بشعليني من غرفة التحكم المروري معنا على الهاتف ليعطينا تفاصيل عن حركة السير يبدو أن الاتصال انقطع ألو نعم صباح الخير صباح النور ألكنو لكل المشاهدين نعم تفضل بتفاصيل السير لليوم يعني من رفالة الأحد صباحا تكون أجواء كتير رائعا نعم صح بالنسبة لحركة المرور مثل كل يوم أحد عطلة الحركة الصباحية طبيعية نناشطة على المداخل الثلاثة مستدرات إشارات بعد حركة السير طبيعية ضمن العاصمة بيروت العدلية المتحف البربير كورنيش المزرعة جسر سليم السليم الكولا والوسط كذلك وجهة بيروت البحرية حركة صباحية خفيفة دون أي توقف نعم اليوم في أربع ماراتون اثنين ضمن العاصمة بيروت الأول سباق ضاحي بمحلية حرش بيروت الانطلاق الساعة 8 لغاية الساعة 12 التاني للدراجات الهوائية بينطلق الساعة 8 ونص من أمام بلدية بيروت باتجاه المنارة المزرعة المتحف بيرجع العدلية الكارانتينة المرفق وصولا لأمام البلدية التالت بمحلية لشوايفات الانطلاق الساعة 8 من أمام جسر كفرشيمة مرورا بطريق صيدة القديمة مفرق بشمون وصولا لجسر النعمة الرابع سباق نصف ماراتون طرابلوس دول السادس بالإضافة لسباقات مسافة 3 كم و7 كم تحت شعار بنركض للوطن كذلك عنا إجراءات أمنية بساحة ساسين وتحويل الساير لطرقات فرعية بسبب احتفال ديني نتمنى من كل المواطنين الكرام أخذ العلم والتأيد بتوجيهات وإرشادات رجال كوى الأمن الداخلي وبعلامات الساير الموضوع على الطرقات حفاظا على سلامة المتسابئين وتسهيل حركة المرور كل الاستفصار عن حالة الطرقات التواصل معنا على السبتاش عشرين الحوادث هي اللي تسجلت خلال هال 24 ساعة الأخيرة ونتج عنا جرحة موزعين اتنين استضام ثلاث جرحة صادم واحد جريح وتصادم بين فنين ركاب وبيك أب على أطراد البتاوي نتج عنه سبع جرحة يعني المجموع أربع حوادث حد عجار جريح نعم شكرا لعلاك المعاون توني بشعليني أكيد وتحية لكل عناصر غرفة التحكم المروري نحنا رح نتوقف مع فاصل تاني ومن بعد ومنتابع مع أخبار الصباح ومنذكركم أن ضيفتنا لليوم هي الفنينة أميماء الخليل تلكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر